السيدات والسيدة مسائلين عند أي حديث عن قوة مصر النعمة يأتي ذكر المصرح المصري ذلك الفن الجماهيري الجميل الذي انطلق وازدهر مع بدايات النهضة والحركة الوطنية المصرية التاريخ يذكر أسماء لا تنسى جورج أبيض، يوسف وهبي، نجيب الرحاني، سيد درويش، عزيز عيد، روزال يوسف وفاطمة رجدي ومن بعدهم جاء مصرحيون كبار نشروا الثقافة المصرحية في مصر وأضاء مسارح المنطقة حديثنا اليوم مع مفكر وكاتب ومخرج كبير عن المصرح المصري وأحواله الرهنة نناقش معه أسئلة مهمة أين المصرح المصري؟ أبو الفنون أين نحن من التطور العالمي الكبير في شكل ومضمون المصرح؟ أين نحن من النشاط الملحوظ الذي يشهده هذا الفن في دول العالم أجمع ودول المنطقة؟ أين الأعمال المصرحية الجديدة على شاشة التلفزيون؟ أين المسارح والمصرحيات في مدن ومحافظات مصر؟ هل هناك إحصاءات لعدد المهتمين ومرتادي المصرح خارج العاصمة بقرى الدلتة والصعيد؟ ما مصير الدعوة لعودة المصرح المدرسي؟ وهل طلق الاهتمام الكافي من قطاعات التعليم والثقافة والشباب؟ أين مصرح الشباب والانفتاح على إبداعاتهم وعمالهم المهمة؟ عن المصرح المصري وكيف يعود لدوره كنافذة للوعي والثقافة والمتعة واكتشاف المواهب أيضا حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم